من خلال المسار والانطلاق الأول الذي يحمل أول الأشواط هنا شوطنا الرابع الذي انطلق خاص إذن به الجعدان في هذه المنافسة القوية هو المنافسة المثيرة لهذا السن الذي بدأ باندفاع قوي وإذن حاملا مخزونا ذاتيا مميزا في هذا الاندفاع نسير بالصدارة نتابع المقدمة ومن انطلق أولا مع هذا الاندفاع والتحديات الصدارة المركز الأول هنا مبدع يأتي على المركز الأول في هذه اللحظات سعيد بن معيوف بن سالم الدرعي الذي يعلن هذا الانطلاق وهذا التواصل بينما المركز الثاني الشهم في المركز الثاني أو للطام لعلي بن سلطان بن علي الاشتبيل المركز الثالث اندفاع الانطلاق وتعديات هناك من خلال مقصص سعيد بن راجد بن حمد بن اغدير يأتي في المركز الرابع مردف علي بن راشد بن حمد بن اغدير في المركز الرابع والمركز الخامس هنا دخول هنا ايضا الاسد العامر بن عبصان المنصوري مع الانطلاق الرابع والمركز الخامس يعود الانطلاق من شاهيد ناصر بن راشد بن شابل المريء المركز السادس المركز السادس الشهم محمد بن حسن بالثيمة العامري والمركز السابع وصل هنا في انطلاقة محمد بن سلطان بن مرخان القادم مع شاهين المركز التاسع نعود مباشرة مع مشهجي حمد الضعي بن اغدير الاجتبيه وعفيه المركز العاشر من خلال هذه الانطلاقة هو ربدان حمود بن سالم العمري هذه المراكز الاولى هذا التجمع المثير على المقدمة والصدارة من خلال هذه الشعارات المنتجة والتي تقدم جديدها من انطلاقة الى انطلاقة اول كيلو قطعنا وننتقل مع الكيلو والنصف الباقية من هذه الانطلاقة الصدارة مع مردف مردف علي بن راجد بن حمد بن اغدير يطلق مردف قادما ايضا من مرغم مباشرة الله المركز الثاني المركز الثاني هو مبدع سيد بن معيو بن سالم الدرعيف المركز الثاني وحمد بن ضعيف بن اغدير مع مشجي على المركز الثالث المركز الرابع نعوده مع شاهين مسفر بن عبدالله بن محمد الرميثي في المركز الرابع وهناك على الجانب الاخر من خلال هذا هذه الاثارة الطام علي بن سلطان بن علي الاشتبي وهنا على المركز السادس عامر بن عفصان المنصوري مع الاسد المركز السابع شاهين محمد بن سلطان بن مرخان والمركز الثامن شاهين ناصر بن راشد بن شابل المركز التاسع الطاغي خليم محمد بن سوينم الدرعي والمركز العاشر هناك الانطلاق الذين بسعيد بن عتيج بالعرطي الحميري الثمانمائة متر الأخيرة الباقية من نهاية هذا الشوت لحظات المنافسة النهائية التي يقودها في هذا الانطلاق عامر بن عبصان المنصوري مع الأسد وانطلاقة الأسد الذي كشر عن أنياب المنافسة والتحديات هنا على المركز الثاني المتحدي الأقرب هو شاهين مسهر بن عبدالله بن محمد الرميثي والمركز الثالث لا زال امشجي حمد بن ضعيف بن حمد بن قدير الاجتبه وهناك على المركز الرابع ذيب سعيد بن عتيج بالعرطي الحميري رباعية النهاية واربعمائة متر أخير ما تفصلنا عن هذا الانطلاق المركز الخامس يقترب شاهين عن محمد بن سلطان بمر خاني ينضم إلى المركز الرابع وهناك المركز الخامس نعودهم على طام علي بسلطان بن علي الاجتبيه وخط النهاية يرحب مشاهدين متابعين الكرام بالأسد بالأسد الذي أرعب المقدمة انتقل إلى الصدارة طار بالاندفاع الأول مع هذه لحظات الأسد عامر بن عفصان المنصور الذي انفرد انفراد تام في هذه الانطلاقة تمكن من الفوز تهانينا والناموس لهذه الانطلاقة وسلام عيناوي سلام للمرة الثانية خلال هذا الصباح عامر بن عفصان المنصوري المركز الثاني سعيد بن عتيج من عارض الحمير الذيب والمركز الثالشاين لحمد بن سلطان بن مرخان المركز الرابع ذهب هناك مشجي حمد بن ضعيف بنغ ديرو المركز الخامس كان هناك انطلاق الشهم أو للطام علي بسلطان بن علي الاجتبيه هذه المركز الأولى إذن هذه المراكز الأولى التي بدأت من خلال هذا الاندفاع الذي شاهد انطلاقة التحديات والإثارة والمنافسات نعود بالتوقيت الزمني حيث متابعة أربع دقائق ثمونة ثلاثين ثانية خمسا من الأجزاء من الثانية وتوقيت الزمني الذي انطلق به الأسد عامر بن عفصان المنصوري تارينا والنموس في المركز الثاني كان من نصيب المتحدي الذي قدم أيضا هذه الانطلاقة هو الذيب سعيد بن عتيج بالعرطي الحميري الذي انطلق في المركز الثاني أربع دقائق أربعين ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية والمركز الثالث كان هناك نصيب لشاهين الذي جاء في المركز الثالث محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي أربع دقائق أربعين ثانية تسعى من الأجزاء من الثانية تحية وسلام لكل القادمين والمشاركين في أرضية هذا الميدان ميداني دستور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر